ليس جديداً الحديث في إسرائيل عن علاقات حارة متنامية مع دول خليجية ولا عن تطبيع سياسي وثقافي ورياضي وإعلامي معها الجديد هو انتقال الخطاب التطبيعي إلى المساحة الفنية العربية في صورة مسلسلة تعرض على قنوات خليجية وسعودية سجال العربي العربي في مسألة التطبيع الفني استرعى انتباها إسرائيلياً سياسياً وإعلامياً فقسمت وسائل إعلام إسرائيلية المجتمع العربي على أساس ما يعرض من مسلسلة في شهر رمضان المبارك مسلسلان يعرضان مؤخراً أثار احتجاجات بين السلطة الفلسطينية والسعودية مواجهة تهدد اليوم بتقسيم العالم العربي لمعسكرين داعموا إسرائيل ومعارضها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تدخل مدافعاً وادعى بأن الذي يغضب من مسلسل إمهارون ويخاف من كلمة تطبيعاً فهو فاقد البوصلة وضعيف الإرادة فيما عد معلقون مسلسل المخرش سبع السعودي إنعكاساً للتيار العربي المؤيد لإسرائيل هناك مسلسل يتعلق بنا مسلسل خليجي يوثق حياة اليهود في الخليج ويدعى أمهارون وفي الأيام الأخيرة هناك نوع من العاصفة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنه يتضمن تطبيعاً بين إسرائيل ودول الخليج وفي مقابل الرضا الإسرائيلي عن المسلسلات الخليجية أثارت مسلسلات تمثل برأيهم موقف المقاومة غضب أوساط إسرائيلية كمسلسل حارس القدس الذي تعرضه قناة الميادين وهناك مسلسل عن الكبوجي باسم حارس القدس والنشاهد مقطعاً من هذا المسلسل الذي يستعرض حياة الرجل الذي ساعد الإرهاب في المقابل المسلسل المصري النهاية الذي يتنبأ بزوال إسرائيل في العام ٢٢٠٢٠ كان عرضة للانتقاد فأعرفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها من عرض مسلسل يتنبأ بدمار إسرائيل بعد ٤١ عاماً على توقيع اتفاق سلام مع مصر